صنعاء محطة المبعوث الأممي مارتين جريفث التي وصلها قادما من الرياض حاملا الملف الأبرز نتائج اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي عقدت على مدى يومين على ظهر سفينة أممية قبالة الحديدة مصادر سياسية أفارت بأن جريفث سيبحث مع قارة ميليشيات الحوث الانقلابية نتائج اجتماعات اللجنة وتحديدا تفعيل الرقابة على وقف إطلاق النار خاصة في ظل محدودية عدد المراقبين الأمميين البالغ عددهم عشرين مراقبا بعد رفض الحوثيين منح تراقيص دخول لبقية أعضاء البعثة والمقدر عددهم بخمسة وخمسين مراقبا جريفث سيحاول في صنعاء كما فعل في الرياض حل بعض القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار في الحديدة والتي لم يحسمها المشاركون في اجتماعات البحر وقرروا ترحيلها إلى قيادات الطرفين الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة قال إن ملفات قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستوكل إليها مهمة الإشراف على الموانئ وإدارة مدينة الحديدة إضافة إلى توريد العائدات المالية لموانئ الحديدة ما تزال عالقا رغم اتفاق الجانبين على ضرورة وضع آلية للحد من التصعيد لوليسغارد قال إن لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنهت أعمالها التقنية وإن المنتظر من الطرفين تكثيف الجهود لحل المسائل العالقة وهي التي يبدو أن حلها أو حل حلتها سيتوقف على نتائج زيارة غريفتس الحالية لصنعاء شكرا